موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى كوشك الصحافة نطالع فيها اهم وابرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الاخبار المحلية والبداية من احد التساؤلات المهمة حول ما الذي تفعله ميليشيا الحوثي اثناء الهدى المخترقة ووفقا لموقع يمن مونتر فان الميليشيا تقود عمليات اختطافات بالجملة في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرتهم قال سكان في عدة محافظات يمنية ان المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق قامت بحملات اختطافات ومداهمات لعدد من منازل المواطنين ففي العاصمة صنعاء قال سكان ليمن مونتر ان مسلحي الحوثي قاموا باختطاف الدكتور يوسف البواب استاذ علم اللغة واللسانيات بجامعة صنعاء بعد انتهائه من صلاة العشاء في المسجد المجاور لمنزله واقتادته الى جهة مجهولة كما قال سكان في حي الحصبة وسط العاصمة لموقع يمن مونتر ان مسلحين حوثيين اختطفوا عددا من المصلين في مساجد الحي بعد صلاة الفجر بعد تفتيش جوالاتهم التي قالوا انها تحمل شعارات المقاومة الشعبية والحكومة اليمنية او تتذمر من عدم تسليم الرواتب للشهر الثالث على التوال الموقع بوست عنوان في صفحته الاولى الغام الحوثي تقتل اربعمائة شخص وتصيب سبعمائة اخرين في اليمن موقع الموقع بوست نقل تصريحات مسؤولين في البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام والذين قالوا ان زراعة الالغام تمت بطرق عشوائية وغير منظمة او موثقة بخرائط ما يشكل صعوبة بالغة في كشفها والتخلص منها فيما بعد وفي تصريح اخر اوردته صحيفة امارتية واستند اليه الموقع اوضح العقيد هيثم حلبوب مدير المركز ان الميليشيات الحوثية زرعت الغاما محرمة وهي المضادة للأفراد وان الفرق المتخصصة تمكنت حتى مايو الماضي من انتزاع اكثر من 31 الف لغم في محافظات عدن ولحج وأبيا وبعض اجزاء من محافظة تعيز لافتا الى ان العمل ما زال جاريا رغم افتقار فرق الهندسة الميدانية للامكانات ومتطلبات العمل الضرورية حرب الخليج الرابعة تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المنشور في يمن مونتر ويقول هاشم في احد اجزاء المقال بما اننا ذكرنا حرب الخليج الاولى والتي يطلق عليها ايضا حرب الناقلات تركزت بشكل رئيس على البحر يمكن الاشارة الى المعارك التي دارت بين الولايات المتحدة وايران على مياه الخليج ففي عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين اصطدمت الفرقاطة الامريكية المزودة بالصواريخ الموجهة بلغم ايراني وكادت السفينة تغرب لم يقتل احد قبل انقاذها فردت البحرية الامريكية باطلاق عملية عسكرية شكلت اوسع تحرك هجومي لها منذ الحرب العالمية الثانية ثم تحركت نحو ست سفن حربية امريكية ضمن مجموعتين منفصلتين لتدمير منصتين نفط ايرانيتين فرد الايرانيون بارسال زوارق سريعة مسلحة وفرقاطات وطائرة من طراز F4 لاستهداف السفن الحربية الامريكية ومع بداية المعركة اغرقت واشنطن على الاقل ثلاثة زوارق ايرانية سريعة وزورقا حربية وفرقاطة واحدة فيما كانت خسائر الولايات المتحدة هي السقوط المروحية كوبرا ولم تنتهي الحرب الا بعد ثلاثة اشهر عندما استهدفت حاملة طائرات امريكية طائرة مدنية ايرانية عن طريق الخطأ معتقدة انها حربية وقتل مئتان وتسعون شخصا واعلن وقتها المرشد الخميني تجرعه للسم وقبول السلام مع العراق ومع ان الغموض يقتنف الجهة التي قامت باستهداف السفن في باب المندب فانه لا يجب تغيير الاحتمال الاخير باقتراب حرب اقليمية في المضيق وليس حربا عالمية كما يروج عدد من المحللين وهما تحاول ايران ترويجه بدعايتها الاعلامية على الاقل حسب الخطابات الرسمية الايرانية خلال الفترة الماضية ما زال عنوان متصل بالجائزة التي حصلت عليها الناشطة الحائزة على جائزة نوبل السلام توكل كرمان متصدرا للاكثر قراءة في موقع المصدر اونلاين وعنون الموقع الناشطة كرمان تعلن تبرعها بالمبلغ المادي من جائزة الحرية لجهود الاغاثة في اتهامة قالت كرمان في تصريح خاص المصدر اونلاين ان الجائزة التي فازت بها من المتحف الوطني للحقوق المدنية الامريكية هي مستحقة للشعب اليمني العظيم لكفاحه الكبير في سبيل الحرية والكرامة وانه هو من تسلمها ممثلا باحد مواطنيه واضافت في تصريح ادلت به قبيل دقولها حفلة سلم الجائزة في الولايات المتحدة الامريكية اهدي هذه الجائزة للشباب اليمني العظيم الذي امتلك الحلم وفجر لاجله اعظم ثورة سلمية في المنطقة ولا يزال يكافح من اجل الحلم وكانت كرمان قد فازت بجائزة الحرية لعام 2016 مع اربعة من المدافعين عن حقوق الانسان في العالم موقع عدن الغد تابع الوضع الاقتصادي وعنون في صفحته الرئيسية البنك المركزي في عدن يحذر البنوك من التعامل مع الانقلابيين وقال الموقع ان محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي حذر البنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن من التعامل مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الانقلابيين في العاصمة صنعاء وذلك عقب اعلانهم اصدار تحليل عروض شراء ادون الخزانة التنافسية بقيمة 113 مليار ريال يمني في محاولة منهم لتوفير سيولة نقدية لتغطية نفقاتهم وجاء تحذير محافظ البنك المركزي ضمن رسالة وجهها الى البنوك اليمنية بالتعامل مع المركز الرئيس في عدن فقط في جميع الالتزامات من اصدارات ادونات الخزانة والسندات الحكومية والسكوك الاسلامية وشهادات الايداع مؤكدا ان البنك المركزي في عدن هو المفوض بالالتزامات والاجراءات المالية فقط عقب قرار نقل البنك من صنعه صواريخ بوتين الحوثية الايرانية تحت هذا العنوان كتب راجح الخوري مقاله المنشور في الشرق الاوسط وقال الكاتب من المثير جدا ان يسارع فلاديمير بوتين الى اظهار انه هو ايضا يملك بدائل من الدبلوماسية مع واشنطن ويستطيع ان يحركها فورا وبطريقة ترضي الايرانيين حلفائه في القتال لدعم النظام السوري وهكذا برز في الاسبوع الماضي ان هذه البدائل ليست سوى الحوثيين وصواريخهم الايرانية التي اطلقت فجأة وتباعا على السخن الامريكية عند الشواطئ اليمنية عند باب المندب كان الامر واضحا تماما مرتزقة طهران في خدمة موسكو ففي حين كانت الانباء تتحدث عن بدائل اوباما من الدبلوماسية وعن بنك من الاهداف السورية رفعت الى البيت الابيض تعرضت المدمرة ميسون لصاروخ اطلق من مواقع الحوثيين في اليمن فيما بدى انه رسالة مشتركة روسية ايرانية على التهديدات الامريكية وتأكيد على جدية تحذير موسكو السابق بان اي عدوان على مواقع النظام السوري يمكن ان يصيب الجنود الروس وسيؤدي الى زلزلة المنطقة رغم اعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية ان واشنطن لن تدع الهجوم الصاروخي الذي انطلق من اراضي يسيطر عليها الحوثيون يمر دون اقاب وعلى الذين اطلقوا الصاروخ تحمل العواقب وتأكيد السفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر ان بلاده تأخذ على محمل الجد الاعتداء على السفينة من قبل الحوثيين الامريكي وصلت طبعا الى موسكو وطهران والحوثيين لكنها كانت بلا هيبة او مفعول ولهذا تعرضت ثلاث سفن امريكية الى هجمات صاروخية من مراكز الحوثيين فيما بدى انه رسالة اكثر سخونة وتحديا لتأكيد ان البدائل الروسية والايرانية جاهزة لمواجهة اي عمل عسكري امريكي في سوريا الحوثيون يعترفون بعدم قدراتهم على صرف مرتبات الجيش والامن وموظفي القطاع المدني وفق ما قاله موقع التغيير نت والذي افاد ان رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى المشكل من الحوثيين والصالح في العاصمة صنعاء اعترف بعدم قدراتهم على دفع رواتب الموظفين واكد صالح الصمات بان نقل البنك المركزي الى عدن يعد قرارا تعصفيا وانه السبب الرئيس لتأخر صرف المرتبات للشهر الثالث على التوالي محملا الامم المتحدة مسئولية الاثار التي سببتها خطوة نقل البنك المركزي ومن عنوين الميدان الجيش والمقاومة يحققان انتصارات كبيرة في البوقع ويقتربون من منفذ الجمارك وعنوان اخر وزير الخارجية الامريكي يشدد على ضرورة التزام الميليشيا بوقف اطلاق النار لم تتوقف انعكاسات ازمة عدم مادة الديزل من خزانات مصاف عدن على الكهرباء فحسب بل امتدت لتشمل قطاع المياه والصرف الصحي لتشهد شوارع واحياء العاصمة المؤقتة للبلاد طفحا غير مسبوق لمياه الصرف الصحي بالتزامن مع انتشار وباء الكوليرا جولتنا المصورة اليوم توضح حال هذه الشوارع وقد نقلها موقع الموقع بوست نتابع الصور موسيقى اشتركوا في القناة نذهب الى فاصل قصير ثم نعود لنطالع اهم تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود الترحب بكم مشاهدين الكرام ونتابع اخر تطورات الهدنة المعلنة حيث عنوانت صحيفة الخليج الاماراتية الحوثيون يخرقون الهدنة في ثماني محافظات واعلنت قيادة قوات التحالف ان عدد حالات خرق وقف اطلاق دار من قبل ميليشيات الحوثي والصالح قد ارتفع بشكل كبير واشار بيان لقيادة قوات التحالف الى ان عدد الخرقات في قطاع جازان بلغ مائة واربعة وعشرين حالة بينما بلغ بقطاع نجران احدى وثمانين حالة وبحسب الصحيفة فقد بلغت الخرقات داخل الحدود اليمنية ستمائة واثنين وتسعين حالة اختراق تمثلت في مائة واربع وعشرين حالة في مأرب واربع وعشرين في شبوى ومائتين وخمسة وستين في تعز واربع واربعين في الضالع وثمانين واربعين في حجة ومائة وست عشر في الجوف وخمس وعشرين في صنعاء واربع وعشرين حالة في البيضاء وخمس حالات في عدن وقالت الصحيفة انه تم الرد على الخرقات وفق قواعد الاشتباك المعتمدة مع الاستمرار في ممارسة اعلى درجات ضبط النفس تجاه ما يحدث من خروق لوقف اطلاق النار صحيفة العرب الجديد طرحت تساؤلا محبطا يذهب اليه الكثير من طلاب اليمن وقالت على لسارهم ما الفائدة من الالتحاق بالجامعة وانا اعلم بانني لن اتابع التخصص الذي ارغب فيه ولن يتحقق التحصيل العلمي بالطريقة المناسبة ولن اجد فرصة عمل بعد تخرجي تقول الصحيفة اضطر تدهور الاحوال البعيشية عددا كبيرا من خرجي الثانوية للالتحاق بجبهات القتال مع مختلف الاطراف لضمان مرتبات تساعد اسرهم على العيش لكن اخرين وعلى الرغم من اوضاعهم المادية المتدهورة يحرصون على الدراسة الجامعية الطالباء احلام من هؤلاء وقد شددت على تغسكها بالجامعة ما دامت ابوابها مفتوحة مهما كانت الصعوبات ومهما كانت رداءة التعليم الاكاديمي وتقول احلام للعرب الجديد طلبت من اخوتي تسجيلي في الجامعة على الرغم من المخاوف المرتبطة باستمرار الحرب وترد الاوضاع الاقتصادية والتعليمية فانا لن اتخلى عن حلمي بسبب الحرب يؤكد مسؤول رفيع في عمادة جامعة صنعاء فضل عدم الكشف عن هويته ان الحرب اثرت على التعليم الجامعي مباشرة سواء لجهة عدد الطلاب المسجلين او لجهة عدد هؤلاء الذين علقوا دراستهم نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة يضيف ان مقاعد جامعة صنعاء والجامعة الحكومية الاخرى لا تكفي العدد الكبير من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي خصوصا بعد تراجعهم عن الاتحاق بالجامعات الخاصة على خلفية الاوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد ديكتاتورية الجغرافية تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج حيث قال يكتب الكثير عن القدر التاريخي للأمم لأنها ليست ابنة زمنها فقط ولديها حمولة قد تنؤ بها هي مجمل ما أنجزه الأسلاف في مختلف العصور لكن القدر الآخر الذي لا فكك منه هو القدر الجغرافي فالدول لا ترحل ولا يمكنها إجبار جيرانها على الرحيل وقد يكون ما كتبه عالم جمال حمدان تحت عنوان عبقرية المكان مثالاً لهذا القدر لأن الموقع الجغرافي يكون أحياناً طاغياً وله شروطه لهذا يستخدم مصطلح ديكتاتورية الجغرافية للتعبير عن الاقتران الأبدي بين مكان ما وبين نفوذه الاستراتيجي ورغم أهمية القدر التاريخي إلى أنه يبقى يحتفظ بقدر من المرونة لأن التاريخ متحرك وما كتب عن القدر التاريخي للعرب سواء بأقلام مستشرقين أو مفكرين من مختلف الثقافات ينتهي دائماً إلى النتيجة ذاتها وهي أن الذاكرة القومية والتاريخ المشترك وكل ما ساهم في سياغة الهوية والوجدان هي عناصر تنصهر في بوتقة وطنية وبالتالي يصعب تفكيكها أو حتى خسخصتها إذا استعرنا هذا المصطلح من معاجم الاقتصاد فهو مصطلح سياسي أيضاً قدر تعلقه بتفكيك الهويات إن القدر الجغرافي يملي شروطه في البحث عن حد أن من التعايش الذي تستفيد منه الأطراف المتجاورة بالتساوي ذلك لأن الاحتكاك يبقى قائماً حتى لو هجعت شراراته في الرماد وقد تبدو كلمة القدر سواء تعلقت بالتاريخي أو الجغرافيا أقرب إلى التجريد أو المتافيزيقية لكن الحقيقة ليست كذلك فالأمم التي ورثت قروناً مديدة من الثقافة والحضارة لا تملك رفاهية الاستقالة من تاريخها إلا إذا خلعت جذورها كي تجورها وراءها وهي تنزف دماً فالبشر محرومون من اختيار مصاقط رؤوسهم والأزمنة التي يولدون فيها صحيفة الحياة اللندنية تابعت ما تتعرض له مدينة تعز من قبل ميليشيا الحوثي وقالت الصحيفة إن ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي صالح كثفت خروقات الهدنة من خلال قصفها العشوائي على عدد من الأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز وذكرت قيادة محور تعز أن الميليشيا الإنقلابية ارتكبت 108 خروقات للهدنة من خلال قصفها العشوائي على الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة في مديريات المحافظة وأشرت القيادة إلى أن ميليشيات الحوثي والصالح استخدمت في قصفها مدافع ورشاشات ومدافع الهون وصواريخ الكاتيوشا كما قامت بتعزيزات مواقع جديدة وإرسال خمس عربات عسكرية وأربعين شخصا من أفرادها إلى المواقع المتواجدة فيها صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها بخصوص اليمن أطباء بلا حدود تعالج 112 ألف نازح قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها قدمت أكثر من 112 ألف استشارة طبية للنازحين في اليمن جراء الإنقلاب وأوضح مكتب المنظمة الدولية في اليمن أن الاستشارة الطبية تتضمن معينة المريض وإعطائه العلاج مجانا وإن كانت حالة المريض تستدعي تدخلا طبيا أكثر يتم نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى يعمل فيه أطباء بلا حدود الصورة التي رآها العالم متأثرا عن طفل سوري يتحسس وجهه والدم عليه لا تعني شيئا لرئيس سوريا بل هي مجرد صورة ليست حقيقية وعند ونت صحيفة السياسة الكويتية مذيع يباغت الأسد بصورة الطفل عمران وقالت الصحيفة الضحية تواجه جلادها هذا هو العنوان الأبرز لما فعله صحفي غربي لدى إجرائه حوارا تلفزيونيا مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وفاجأ مضيع القناة السويسرية SRF1 الذي أجرى الحوار مع الأسد بسؤاله إن كان يمكنه أن يريه صورة فوافق الأسد حينها أخرج المضيع صورة عمران قائلا للأسد هذا الصبي الصغير بات رمزا للحرب أعتقد أنكم تعرفون هذه الصورة اسمه عمران وهو في الخامسة من عمره إذ إنه مغطا بالدم وخائف ومصدوم هل لديكم أي شيء تقولونه للطفل وأسرته؟ إلا أن الأسد تهرب من تلك المواجهة قائلان هذه الصورة بالتحديد مزورة المضيع وجه للأسد أسئلة كثيرة أخرى منها هل تعتقد أن اعتبار العالم لك مجرم حرب مجرد كذبة؟ ثم سؤال آخر وصفكم وزير الخارجي الأمريكي جون كيري بأدلوف هتلر وصدام حسين هل يزعجكم هذا الوصف؟ فنفى أن يكون منزعجا مثل ما نفى أنه قصف المستشفيات في حلب ما الذي يريده الشعب الأمريكي من مرشحيهم للرئاسة؟ إنها بكل تأكيد صفات وميزات لا يطلبها الناخب في بلدان أخرى الصحفي الأمريكي المعروف توماس فريدمان قال الكثير عن قناعاته في مقال نشره الاتحاد بالتنسيق مع نيويورك تايمز وقال الكاتب أشكر الله على ويكيليكس أعترف بأنني كنت قد بدأت في التساؤل بشأن ما تمثله هيلاري كلينتون الحقيقية أما الآن وبعد أن تمكنت بفضل ويكيليكس من الحصول على فرصة للإطلاع على محتوى الخطب التي ألقتها في فعاليات لبانكي جولدمان وغيره من البنوك فقد أصبحت مقتنعا الآن أكثر من أي وقت سابق بأنها تستطيع أن تكون الرئيس الذي تحتاجه أمريكا اليوم فهذه الخطب عظيمة وأنا هنا جاد في قولي لأنها تكشف عن شخص لديه رؤية ولديه مقاربة برغماتية لإنجاز الأشياء ويتمتع بغريزة صحية تمكنه من الموازنة بين الحاجة لتقوية شبكات أماننا الاجتماعي وبين فتح المجال أمام طبقة رجال الأعمال في أمريكا لخلق النمو المطلوب لإدامة البرامج الاجتماعية ولذلك أوجه شكري للجانب الروسي لمساهمته في كشف الطريقة التي تأمل هيلاري أن تحكم بها حقا أنا فقط أريد المزيد من ذلك أي من الطريقة التي كانت هيلاري تخوض بها حملتها في الوقت الراهن وتبني من خلالها تفويضا من أجل ما تؤمن به حقا أنا معها لماذا؟ دعونا نبدأ بما يزعم ويكيليكس أن هيلاري قالت حلمي هو سوق حرة لنصف الكرة الغربي مع تجارة مفتوحة وحدون مفتوحة في وقت ما من المستقبل مع طاقة تكون خضراء ومستدامة بقدر المستطاع لتوفير الوقود للنمو وتوفير الفرص لكل شخص في نصف الكرة الغربي هذه الكلمات تشنف أذني كالموسيقى بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله ونتابع مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة